انتخابات رئاسية اميركية تفصلنا عنها ساعات وما بين فوز محتمل لترامب الذي سيشدد خناق العقوبات حول رقبة طهران المتمردة على المجتمع الدولي او فوز للديمقراطي بايدن الذي وان لم يكن طوق نجاة مؤكد لطهران الا انها اي طهران تعتبر فوزه انكسارا لخناقها ترامب وتظل تنتظر نتائج السباق الرئاسي بفارغ الصبر وما صبرها كصبر العراق المنهك من صراعات الطرفين فالعراق لواشنطن وطهران مجرد ساحة لتصفية حساباتهما والصندوق المليء بكنوز ثمينة لا تنتهي في ظل قراءات مستقبلية متشائمة لطبيعة هذه العلاقة اتوقع المرحلة القادمة ان لا تنعكس ايجابا على السياسة العراقية ما دام هناك تشنج في السياسة الامريكية الايرانية ترجمان السياسة او التقاطع الايراني الامريكي دائما يحضر على الجغرافية العراقية وللأسف هذا الموضوع دائما يدفع ثمن المواطن العراقي قراءات اخرى اكثر تفاؤلا حيث ترى ان لدى العراق امكانية لتجاوز الصراع الامريكي الايراني والنأي بنفسه بعيدا عنه في ظل خارطة الطريق التي وضعها رئيس وزرائه مصطفى الكاظمي والتي تحدد علاقات بغداد مع واشنطن وطهران العراق الذي حايد خلال الفترة السابقة واستطاع رغم وجود داعش وما سبقها من ان يكون طرفا ولاعبا قويا لمسطح للاراق هو اليوم بحاجة الى هذه القوة واعتقد ان هذه القوة تترسخ لذا ذهبنا الانتخابات بكر باعتبار ان ستكون لدينا قوة برلمانية وتعكس قوة الدولة العراقية وعلى الرغم من ان الايرانيين وحلفائهم كانوا بالصدد زيادة الضغط على الامريكيين عبر شن هجمات متقطعة ومحدودة الا ان صعوبة التنبؤ برد فعل الادارة الامريكية خاصة وان ادارة ترامب وبعد تكرر هجمات الفصائل على قواتها اوصلت لهم تهديدا صريحا بان مقتل اي جندي امريكي اضافي سيتسبب برد فعل واسع النطاق لتدمير مواقع الفصائل وتبقى العلاقة بين واشنطن وطهران متشنجة والقلق من انعكاساتها على الواقع العراقي كبير فالى اي المآلات ستنتهي اشتركوا في القناة المترجم للقناة